رغم الوضع المتردي لمكتبة مك ميلان المقامة في مبنى ضخم يعود تشيده لثلاثينات القرن الماضي تقصد مجموعة من سكان نيروبي المكان للإفادة من أجواء الهدوء ومطالعة الكتب النادرة الموجودة وستتاح أمام هؤلاء قريبا فرصة التناعم بمساحة عصرية مجددة فالنشرة أنجلا واتشوكا والكاتبة وانجيرو كوينانج لديهم خطة لترميم ثلاث مكتبات في نيروبي مهملة منذ عقود طويلة شهيدت مكتبات مك ميلان سنة 1931 تكريما لذكرى المستكشف وليام نورثروب مك ميلان ويحوي المبنى المشيد على الطراز الاستعماري كتبا نشرت قبل زمن طويل من استقلال كينيا في 1963 مع قلة من الأعمال الأدبية المحلية وبالإضافة إلى التمويل من الحكومة المحلية تعتزم الشابتان إطلاق حملة لجمع الأموال الشهر المقبل بهدف حجد مليون دولار للاستمرار في المشروع الذي تكرس له المرأتان خمس سنوات من حياتهما